تشرف اليوم جامعة العلامة محمد البشير الإبراهيمي باحتضان ندوة دكتورالية حول أهمية تدقيق اللغوي لرأساء أطرحات الدكتورة وأهمية اللغة العربية في المجتمع تأتي هذه الندوة الدكتورالية في إطار سلسلة الندوات الدكتورالية التي تنظمها مديرية البحث العلمي لفائدة طلبة الدكتورالية تحفيزا وتشجيعا وكذلك لوضع الطالب للدكتورالية في سكة صحيحة عندما نتكلم على التدقيق اللغوي أو بالأحرى فن سلامة اللغة من حيث الأخطاء الصرفية من حيث الأخطاء الإملائية من حيث كل الأخطاء من أجل أن تكون الأطرحة في حلتها السليمة في حلتها النهائية خالية من كل الأخطاء لقاؤنا اليوم في جامعة البشي الإبراهيمي بالبرج في إطار اللقاءات الدكتورالية مع طلبات الدكتورالية من أجل أن نوضح أهداف المجلس على اللغة العربية وستراتيجية المجلس في إطار تفعيل طبعاً العربية لغة وطنية ورسمية وفي كذلك تقديم المشاريع ذات العلاقة بتطوري اللغة العربية ونحن خاصة هذه السنة 2024 طبعاً تماشي مع قيادة السياسية في مسألة الرقمنا والتحول الرقمي إذن نحن نستثمر الآن في هذا المجال كل ربما الأيام الدراسية والملتقيات والندوات التي نقيمها والتي أقمناها تتمحور في هذا العنوان وهو الذكاء الإصطناعي ونأتي الآن في هذه الجامعة نتحدث عن دور اللسانية الحاسوبية في مجال اللغة العربية فما هي المشاريع التطبيقية الملموسة التي تعمل على رفض من سوية اللغة العربية الدكتور علي عتيق المالكي من المملكة العربية السعودية حضرت هذا اليوم تلبية للدعوة الكريمة من جامعة محمد البشير الإبراهيم للمشاركة في ندوة أهمية التطبيق العلمي التي طلبت الدكتورة سعيد جداً بهذه المشاركة وهذه الزيارة الأولى لبلدي الثاني الجزائر وبين أهلي وبين من أحسبهم إخواني وهم أكثر من ذلك فيما يتعلق بمشاركتي في هذه الندوة بإذن الله سنتحدث عن استعمالات اللغة العربية في العالم العربي والعالم الأوروبي بحيث نعطي صورة لطلبة والمهتمين باستخدامات اللغة العربية وما بين العالمين العربي والأوروبي على امتداد العصور خاصة أننا سأتطرق إلى جانب يتعلق بالجانب التاريخي وسأركز أيضاً في نهاية المداخلة على ما يتعلق بالوضع المعاصر سأقتصر ربما على فرنسا وعلى السعودية بحكم معرفتي ودراستي بهذين البلدين وفي النهاية وفي الختام أشكر سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بعزة وسعادة نائب مدير الجامعة الدكتور أستاذ الدكتور مصطفى وجميع الإخوة والزملاء والزميلات الموجودين في هذه الجامعة الموضوع هذا يعني تأتي أهمية هذا الموضوع انطلاقاً من الأعمال التي نشهدها في أطرحات الطلبة حيث أن هذه الأعمال كثيراً ما تنتبها أو كثيراً ما يشوبها الكثير منها الهنات والزلات والأخطاء طبعاً لقلة الخبر لدى الطلبة وغير ذلك فيأتي التدقيق اللغوي الذي إما أن يقوم به المؤطر وإما أن تقوم به جهات أخرى وهذا التدقيق اللغوي الغرض منه بالأساس هو الوصول إلى مذكرة سليمة من الأخطاء أطروحة يعني فيها سلامة اللغة فيها الكلام الذي نصل به إلى الغايات والمقاصد التي من خلالها نحقق الفعل العلمي المراد من هذه الأطروحة أو من هذه الرسالة شرف لجامعة محمد بشر إبراهيمي أن تلتقي بطالبة الدكتوراه في مختلف التخصصات والذين بلغ عددهم أكثر من 150 طالباً بحول الله على الأقل سنحقق اليوم خطوة نشكر أننا من خلال طاقة متاع الجامعة نيابة الجامعة المكلفة بالبحث العلمي لأنها استدعت متخصصين مختلف التوجهات سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن لنضع الأسس بحول الله واللي نبدأ من جديد